بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها ونور البصائر والأبصار وضياها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجعوا إليهم قولا ولا يملك لهم ضررا ولا نفعا صدق الله العظيم رجع نبي الله موسى رجع نبي الله موسى إلى قومه بعدما استوفى الأربعين يوما شهر كامل من شهر ذي القعدة وعشرة أيام من شهر ذي الحجة وناجى فيها بعدها بعد الاستعداد لهذه المناجاه الكريمة بهذه الأيام بالتبتل فيها والصلاة والصيام وغيرها من صوالح القربات التي يتقرب بها إلى مولا ويتأهب للقاء الجليل وموعد المناجاه وناجى موسى ربه وأخذ الألواح ولما ذهب سيدنا موسى عليه السلام لمناجات مولاه ترك بني إسرائيل مستخلف عليهم أخاه هارون ومصطحبا معه سبعون من وجهاء بني إسرائيل اللي هما بيطلق عليهم النقبات لكن موسى زي ما قلنا لحضراتكم تعجل من بنهم سبأ السبعين نقيب شوقا للقاء ربه وبعد ما تمت المناجاه وأخذ موسى عليه السلام الألواح التي فيها أسس التوراة والتي فيها هدى ونور والتي بسببها امتلأ قلب موسى سعادة وبهجة وبينما هو عليه السلام غارق في بحار الكرم الإله والعطاء الرباني أخبره مولا سبحانه وتعالى بما أحدثه قومه بعد أن تركهم للمناجاه ماذا فعل هؤلاء القوم؟ قد سلك هؤلاء القوم طريق الضلال لم ترك النفسهم إلى الإيمان واليقين بعد ما شافوا آيات ربهم العظيمة ركنوا إلى عبادة عجل ووقعوا في الغواية هذه كانت أو هذا الأمر أو هذا الضلال والإضلال كان بسبب ذلك الشخص الذي اسمه السامري واللي أضلهم فما كان منهم إلا أن رسبوا في هذا الاختبار وفي هذا الامتحان الإيماني نتيجة الضعف الموجود في نفسهم وإن الإيمان مش متمكن في نفوس هؤلاء لأن لو الإيمان متمكن في نفوس هؤلاء ما كانش بسهولة السامري يقنعهم بهذا الضلال فيقتنعوا بل ويسارعوا إليه لأ وبعد كده حيبتدوا يردوا على سيدنا موسى بحجج وهيا قال الله تعالى قال فإن قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامري ربنا قدر امتحان يكون لهؤلاء القوم هو كانت الموعدة أنه بعد الثلاثين ليلة يعني يتجه فيها موسى إلى مولاة تملأ هذه الليالي بالعبادة والذكر وغيرها والصيام يستعد أو يتأهب للمناجاة وبعدين ربنا زود على هذه الثلاثين عشرة أخرى وبعد كده أتمهم سيدنا موسى عليه السلام أربعين هما بقى الموضوع ده بالنسبة لهم وقت فالوقت لما تأخر عن الموعد الذي أعطاه نبي الله موسى عليه السلام فأغواهم هذا السامري استجابوا بسرعة شديدة ولم يتعذوا بما رأوا من الآيات العظيمة اللي كانت كل خطوة من خطوات حياتهم كلها آيات طبعا سيدنا موسى عليه السلام لما أعلمه مولاه بقصة أنهم تركوا التوحيد وبدأوا في عبادة العجل امتلأت نفس سيدنا موسى بالغضب الشديد ضاق صدر سيدنا موسى ومسرعا عاد إلى قومه وحاله غضبانا أسفا ولا تسريب عليه لا تسريب على سيدنا موسى ولا ملام على سيدنا موسى في غضبه ولا في ضيقه هو في قمة الحرص عليهم رؤوف بهم يعني بيبادل هؤلاء إحسان إليهم وحرصه عليهم يبدلوا بالخذلان يخذلوا سيدنا موسى سيدنا موسى تركهم مع أخيه نبي الله هارون عليه السلام وذهب إلى ربه ليأتيهم بالألواح التي فيها هدى ونور وفيها الشريعة التي ترسم لهم مسار حياتهم بينما هم يتركون كل ذلك ويتجهون لعبادة شيء آخر لا يسمع ولا يرى ولا يبصر يعبدونه من دون الله وألقاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل مرحبا بحضراتكم من جديد عاد نبي الله موسى من المناجاه فإذا بقومه من بني إسرائيل قد عبدوا غير الله تعالى سيدنا موسى عليه السلام شعر بسخافة عقولهم وخفة هذه العقول وتفاهتها ومدى تحكم الباطل من نفوس هؤلاء وغلبت الهوى على عقولهم فلو كانوا يسمعون أو يعقلون لا ما عبدوا غير الله الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقدر الذي أطعمهم من جوع وسط الصحراء وظلل عليهم الغمام يمشي بمشهم ويسير بسيرهم ويستقر باستقرارهم وآمنهم من خوف سرعون وبطشه وجبروته أين كانت عقولهم رسبوا رسبوا في الاختبار الإيماني ومالوا لعبادة غير الله تعالى والكلمة القرآنية الكريمة جاءت في سياق هذه الآيات معبرة جدا عن مدى الضيق والضجر اللي بلغ سيدنا موسى من قومه فجاءت الكلمة القرآنية رشيقة جدا تصور حال الغضب حتى في صوت الكلمة غضبان أسفا فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا حتى الغضب في حرف الضاد وهو من الحروف الفخمة يصور حالة الغضب وارتفاع والثورة التي ملأت قلب نبي الله موسى بتعبر عن انفعال نفس موسى وتأثر موسى الشديد بعد ما أدرك انحراف قومه عن الإخلاص لله الواحد الأحد بل الوقوع السريع في شراك الشرك طبعا حالة نفسية سائرة تمتلك الشخص حال حدوث شيء لا يتوقع وبعدين أدرك الظلام الذي في هذا التصرف الخطأ العظيم الذي في هذا التصرف فثارت نفس سيدنا موسى عليه السلام وامتلأه الغضب لذلك جاء وصف موسى بغضبان هي صفة من الغضب أما الأسف فإنه بيوصف برضو انفعال نفسي في داخل نفس نبي الله موسى هو بيعبر عن انفعال النفس بينشأ عن إدراك ما يحزن النفس إدراك ما تكره النفس مع وجود انكسار الخاطر يبقى سيدنا موسى اجتمعت الانفعالات دي في نفسه والقرآن الكريم صور لنا الحالة النفسية التي كان فيها نبي الله موسى وإلا أثرها حيبان في خطابه لقومه ثم بعد ذلك في خطابه لأخيه هارون ثم بعد ذلك في توجيه الخطاب للسامري رأس الفتنة نبي الله موسى ساؤه ساؤ آلمه وأحذنه وقوع ذلك الشرك في أمته اللي كان أكيد سيدنا موسى بيأمل أن تكون أمة صالحة مؤمنة وأن تتعمق في الصلاح بعدما يعود إليها حاملا الألواح اللي فيها أسس التوراة فإذا سيدنا موسى يجد هؤلاء يفاجئونه بما لا يرضي الله تعالى فكسر خاطر سيدنا موسى يعني وكسر خاطره بين يدي ربه فقال لهم موسى على سبيل الزجر والتوبيخ لقومه وهنا بقى رد الفعل الوصف إنه رجع إلى قومه غضبان أسفا والغضب قلنا هذا الانفعال وتملكه في النفس غضب حالة سائرة فيها سيدنا موسى وفيها جرأة وفيها إقدام وعدم خوف من هؤلاء وحالة الأسف إدراك ما يحزن وما تكره النفس لكن معها انكسار خاطر في الداخل فوصف القرآن بهتين اللفظتين الحالة اللي جوه في سيدنا موسى وانعكسها على الخارج وكذلك الحالة الجوه المدفونة انكسار خاطر نبي الله موسى من الفعل الشنيع من هؤلاء هو رايح يجيب كتاب وهيبه أمة كتاب وهو التوراة النور والهدى اللي تحمله التوراة وهم رايحين يعبدوا هذا العجل من دون الله طبعا حال صعب كان فيه نبي الله موسى والسياق القرآني واللفظة القرآنية الكريمة أرادت أن تهيأ قارئ القرآن وسامعه بهذه الألفاظ التي تعبر عن الحالة النفسية التي كان فيها نبي الله موسى عليه السلام بهذه الألفاظ الموحية المصورة لمدى ما كان فيه موسى من حالة نفسية شديدة قال لهم موسى يعني موبخا إياهم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا طبعا سيدنا موسى بيكلمهم كلهم بيكلم جميع القوم فيهم هارون أخو سيدنا موسى وفيهم السامري رأس الفتنة سبب ضلال هؤلاء فابتدأ بخطاب قومه كلهم وهو طبعا يعلم أن سيدنا هارون لن يكون موافقا أبدا على ما فعله هؤلاء القوم من تركهم التوحيد الخالص لذلك ابتدأ موسى الخطاب متوجها إلى جميع القوم ثم بعد ذلك وجه الخطاب لأخيه هارون قائلا يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري يعني بعد كده هيبقى في حوار مع سيدنا هارون حول هذا الانحراف الذي وقع فيه وقع بني إسرائيل فيه وهذا ما سيظهر معنا في السياق المكمل لهذه القصة في الحلقات المقبلة جاء الاستفهام هنا في خطاب موسى عليه السلام لقومه بقوله ألم يعيدكم ربكم وعدا حسنة؟ طبعا سيدنا موسى غضبان وحال الغضب واضح والاستفهام هنا الإنكاري بيعكس حالة الغضب استفهام إنكاري بينكر فيه موسى عليه السلام بينكر على هؤلاء ما صاروا إليه من حال الشرك والوقوع في عبادة عجل لا ينفع ولا يضر وكرر موسى على أسماعهم ألم يعيدكم ربكم وعدا حسنة؟ الوعد الحسن ده اجتمل حاجات كتير يعني رمى ربنا سبحانه وتعالى وعد سيدنا موسى بإعطائه الألواح اللي فيها نور وهدى فيها أسس التوراة وإن أسس التوراة اللي حتنبني عليها إذا التزموا بما فيها من أحكام وآداب تكون السعادة في الدنيا وفي الآخرة لهؤلاء القوم في هذا الزمان وعدهم وجاب وأرسل سيدنا موسى عليه السلام يوضح قصة هذا الأمر الموعدة اللي حتكون حيتأهل لها سيدنا موسى بتلاتين ليلة وبعد كده أتمها بعشر عليه السلام تسبق المناجاة وإيه أعلم موسى قومه بذلك وكان ده يعني تنبيه لهؤلاء القوم وأي خير أعظم من ذلك وأي فضل يعني أكرم من كتاب الله وهو التوراة في ذلك الزمان الذي أنزله الله على نبيه الكريم ليكون هاديا لهؤلاء القوم بما تحويه التوراة من فضائل وهدايات يعني تصل ببني إسرائيل طريق النجاة في الدنيا والآخرة ألم يعيدكم ربكم وعدا حسن هكذا حكى القرآن الكريم على لسان نبي الله موسى كيف وبخ هؤلاء كيف يترك وعد الله لهم والله كان ناصركم على الدوام الله نصركم على عدوكم وقد تحقق ذلك لكم عيانا بيانا وعدكم سبحانه بأن يكون هاديا لكم في طريقكم وكان ذلك في المن الإله والكرم الرباني حينما تفضرهم ولما نتذكر قول المولى وواعدناكم جانب الطور الأيمن اللي هو حيبقى في نزول الألواح وثم زاد موسى بعد ذلك في تأنيب هؤلاء القوم من بني إسرائيل قوم نبي الله موسى والإنكار عليهم بقوله أفطال عليكم العهد وابخ هؤلاء وكشف ليهم مدى الضعف الكامن في نفسهم هم حتى ما إدروش يصبروا على وعد الله إياهم بالحسن رغم إن وعد الله صدق وحق واقع لا محالة وفوق ذلك فإنه لم يمضي على هذا الوعد ما يدعوهم للعجلة أو يدعوهم إلى المخالفة أو حتى يجعل عندهم اليأس من الوفاء بذلك وحاشاه جل في علاه فيقعوا فيكفروا بمن أفاض عليهم بالمنى وأفاض عليهم بالنعم ويعرضوا عن طاعته إلى عبادة غيره لقد جاء بنو إسرائيل في الإفك بمنهج لم يسبقهم إليه غيرهم من الأمم أنعم الله عليهم ظاهرة متعددة كثيرة لا يزال أنعم الله على هؤلاء طعمها في أفواههم وعلى ألسنتهم ثم يخالفونه ويحيدون عن توحيده في العبادة الخالصة ويقعون في عبادة عجل من دون الله بعدما نجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وشق ليهم في البحر طريق يبسة وانفلق الماء كل فرق كالطوض العظيم وشافوا ده بعنيهم وشافوا غرق فرعون وشافوا غرق جنود فرعون وعبروا البحر ومع ذلك لم يقعد هؤلاء كانت ما زالت رمال هذا الطريق لا تزال عالق في نعالهم فمروا على قوم بعدها يعكفون على أصنام لهم فملت نفسهم الخبيثة إلى المخالفة وسألوا نبيهم هذا السؤال المنكر أن يجعل لهم إلها كما أن لهؤلاء القوم آله يعني بعدما عبروا البحر ما فيه شيء يسير لقوا قوم يعكفوا على الأصنام يعبدوها رحم يكلموا سيدنا موسى ألولوا اجعل لنا إلها كما لهم آله يعني لم يكلفوا أنفسهم حتى الرجوع إلى عقولهم فيفكروا فيما يسألون نبيهم يعني ألم يفسروا هذه المعجزة التي نجاهم الله سبحانه وتعالى بها حواسهم هذه ستكون عليهم شاهدة والحق أن لك الله يا موسى لك الله على ما قاسيت وعانيت لك الله على ما جاهدت وصبرت مع هؤلاء القوم الذين ظلموا أنفسهم حينما خالفوا منهج الوحدانية والربوبية ومالوا إلى الوقوع في شراك الشرك هل سيكتفي هل سيكتفي موسى عليه السلام بتلك التوبخات وهذه الزواجر التي وجهها لقومه أم سيواصل توبيخهم وزجرهم على ما اقترفته أيديهم من عبادة غير الله تعالى هذا ما نتعرف عليه في وقفاتنا في رحلة عقيدة بني إسرائيل مع نبيهم موسى عليه السلام إن شاء الله تعالى